الperiodic system انتو اخدتو طبعا بالتامن وحكيتو عليه كتير وحتى بالسابع بيعطوكن ياه وخاصة عن الظموز السامبل للإلمانت نحن بتذكر حكينا على الأطم واشتون مين الأطم وشو بتتألف وشتون النظريات اللي وصلت للشكل الحديث للأطم من الزرة وشتون هي وشو فيها مكونات بعدها حكينا على الإيزوبار والإيزوتون والإيزوالكترونيك وعدة شغلات فعليا قبل ما كل هاي الشغلات تكتشف ما اكتشف كل الشغلات مباشرة فضربت تذكروا كانوا كل شوية طوضوا شي فمن إجا العالم في العالم اسمه مانديليير راح رتب العناصر اللي كانوا موجودين على زمنه كان موجود حوالي 63 إلمانت معروفين عمل معهم هاي الجدول جمكوا هون هذول 63 إلمانت راح رتبهم وكان عنده القدرة بهذاك الوقت انه يحسب كتلتهم اللي هو هزا بتذكروا نحن سميناه الكتلين ومرة العدد الكتلي اللي هو البروتونات زائد نوترونات اللي هو كان بحسن بلاقي الوزن أو الكتلة بتعرفوهن مترابطين متما حكينا بالفيزياء فراح رتبهم حسب كتلتهم مثلا أول شي الهيدروجين لاحظوا كتلته واحد وبليش بعدين اللي كان عنده الليتيوم سبعة بعدين بيريليوم تسعة فاصل أربعة البور إيداعش كربون اتناعش نيتروجين أربا اتعاش رتبهم عند رتبهم لاقوا كأنه في نحن نسميه إنه شي عبصير بشكل دوري شو يعني دوري يعني كل مدنة محددة برجع من عوان كل مدنة محددة برجع من عوان وحس لاحظ هاي الملاحظة مو حس يعني نقول إنه لاحظ الملاحظة إنه هاي التكرار عبصير لعناصر معينين وفق التزايد هات العدد وفق تزايد الكتلة تبعتهم فراح اشقر رأي ساوي راح قرر يرتبهم أفقيا ويرتبهم عموديا حسب شو؟ حسب الأرلق اللي إلون مرة تانية هاي شو؟ الكتلة اللي إلون الأرلق الوزن قلنا الكتلة أو الوزن تقريبا متل بعض يعني مختلفين بس هون اللي بشبهوا بعض رتبهم ساوى حوالي أو ساوى 63 عنصر متل ما شايفين هون الشكل هاتلي هون حط عندي 8 ديكاي ستون 8 أعمدة سماهم جروب مجموعات هاي المجموعات بتتميز أنه بشبهوا بعض بالخصائص الكيميائية والفيزيائية فيزيك سالفيا كيميا صال أزلي كلريني بير بير أو بير بير لريني بنزار بشبهوا بعض والدور لاحظوا أنه مثلا 7 9.4 بمشي مثلا 10 عناصر برجعوا بنزلوا عد 12 دور 12 سطر كل سطر 1 2 3 4 5 كل سطر سماه دور هاي الدور شو عبزيد لاحظوا 63 65 68 بصل لـ 80 بفتد 85 من اللي عبزيد اللي عبزيد بالنسبة اللي كان هو العدد الكتلي يعني الأرلك أو الكتلي طبعا مندليار يعتبر هو اللي أول من عطى هاي الفكرة اللي هي إنه في انتظام وفي علاقة دورية في شي عبتكرر بعناصر الطبيعة الموجودة فرتب هاي الترتيبة ولكن ارتكب خطأ بسيط وما هو بسيط بنفس الوقت أنه اعتمد على الكتلة أو الوزن ونحن تعلمنا من قبل إذا تذكروا أنه الكتلة أو الوزن ما هو شغلة مميزة للذرة ليش؟ لأنه ممكن بكل بساطة زرتين يكون العدد الكتلة لنفسه كتلة ومراس آين هذول تسميناه إذا تذكروا إيزو طون أو الإيزو عفوا لأنه الكتلة نفسها عدد البروتونات زائد النيترونات نفسه بس كل واحد قلوه البروتونات والنيترونات عدده نشكل هو اعتمد مع الأسف حي شغله ولكن نحن تعلمنا أنه الشغل اللي بتميز وبتعطي هوية للأطوم هو البروتونات أنه كان لازم يعتمد على مين على عدد البروتونات اللي نحن إذا تذكروا سميناه أطوم نمرة هو مع الأسف ما اعتمد على حشغلي راح اعتمد على الأهر طبع على خطأه أو على يعني هات الاعتماد اللي سوا كان بالعكس شغله ممتاز وضل حوالي 40 سنة معتمد وكان ترتيبه قويس كتير راح السوا اين الديكاي ستنضا بلونان المتشابهين فيزيائيا كيميا صال اوزا اللي كليرينين بلونان بنزادينيب والمشتور لاحظ أنه في المجموعة الوحدة الهن الديكاي هاتوا المتشابهين فيزيائيا وكيميايا يعني كمثال عنده راح حط مثلا الأكسجين مثلا مع مثلا الكربون السيليسيوم راح حط البول مع الألمينيوم حط الهيدروجين طبعا الهيدروجين غاز بس يعني حطوا بنفس المجوع الليتيوم والصوديوم والبوتاسيوم هوا كانوا كلهم مع بعض بشبهوا بعض فيزيائيا وكيميايا مثلا أنه هن الميتال كان فكرة يعني أنه مع عادين مثلا العليمين مثلا كمان حطوا لواحد مع ارتكاب هالأخطاء يعني ارتكب كم غلط مو أنه لا يعني بس كان ترتيبه كتير ممتاز أنه بالعمود الواحد كلهم خصاص بشبهوا بعض بشيخ العام بالسطر الواحد عبزيدو الكتلة شوي شوي فكان هاد الاختراع أو الاكتشاف تبعو كتير مهم كيميا بيريود فيك جروب كفرام لرنك كزان درمشتر هو أول ما نأدخل مصطلح البيريود والجروب الجروب هن المجموعين وفق أعمدة البيريود هن الموجودين طبعا هو ساوت 12 سطر وثاوت 8 مجموعة 8 مجموعات ساكيزو كروب الفكرة الثانية الرهيبة طبعا منديلييف أنه عند رتب لاحظ أنه يعني في مشكلة هاي المجموعة لازم هون في عنصر لازم يكون موجود حسب الدراسة وحسب التناظر وحسب الانتظام في الجدول في عناصر مفقودة ما عم بعرفين فهو راح تنبأ نحن نقول بالعب يتنبأ قال أنه راح يكون لقدام في اكتشافات ل يني المنت عناصر جديدة لازم ينحطوا بالجداول هون وراح حتى صار يدوس هاي الخصائص للعناصر ويحكي عليهم من دون ما يعرفون قلوا أنه راح يطلعوا أقيت في حدا راح يكتشفون أنا ما عرح سنبأ اكتشفون بس راح تكتشفون وراح يكون خاصية هاد اللي هون هيك وهاد اللي هون وطلع صادق في معظم الشغلات اللي حكاها كان شغلة إيجابية فهو ترك محلات فاضية مثل هوا مثل ما يكون شايفين عليهم إشارات استفهام فعليا قال إنه هادول راح يكونوا عناصر أنا ما اكتشفتهم ما هني تحت إيدنا حاليا العلماء القادمين في الأجيال القادمة راح تلاقوهم وتعبوهم بهذا الجدول طرعا كانوا مخطئ بهاي الشغلة بحالة وحدة إنه جدوله ما كان ضيبة كتير كتير فهني العناصر صح تنبأ بوجودهم ولكن بالترتيب تبعته كانت في مشكلة أجه بعد تطور العلم والعلماء عالم اسمه موسلي أجه هاد عالم موسلي كان في وجود الأشعة إكس نحن نسميه الأشعة الصينية إكس إشارة إلي يبطر تشمال صنو جندا تششتلي إليمنت لارين أطوم نمارة لارنوب والمشتر كتير من العناصر راح أوجد البروتونات لإلون عدد البروتونات إنهو نحن نسميه أطوم نمارة اكتشف عدة شغلات جديدة فقرر أنه جدول ماندلييف اللي سوا اعتماده على الكتلة أو الوزن ما كتير مفيد لازم نعتمد على عدد البروتونات البروتونات هي اللي بتميز متل ما اتفقنا الزرة واعتمادا عليها لازم ننظم هاي العناصر ونحطها ضمن جدول فأجه قرر إليمنت لارين فيزيكسال في كيمياسال أو زاليك لارينين أطوم نمارة نبال قلدونه خنطلى مشتر قال أنه العلاق الخصائص الفيزيائية والكيميائية ما لا دخل بشكل مباشر مع الكتلة لا اللي بتدخل فيها أكتر من هو البروتونات اللي موجودة بالأطوم الموجودة حتى بهالشكل ديك واعتمادا على هذا الحكي راح ساوي جدول ظريف وراتبوه حلق هذا الجدول المعتمد عالميا تقريبا طبعا وهو بحج ذاته كمان قال فيه عناصر راح تنكشف لقدان طبعا لأنه ما كانت كل العناصر على زمانه مكتشفة وفعليا في الـ 2015 فيه عناصر يكتشفوهم مثلا فطيب شلون راح يركبون حسب عدد البروتونات قال بكل بساطة نحن بنعرف مثلا اللي فيه بروتون واحد الأول الهيدروجين قال بكل بساطة إذا دروح أنا أرسمه أول شي في عندي checker deck وفيه يوريونجي إذا تذكروا حسب النموذج الأخير اللي اكتشفنا يعني هو ما هو هيك يوريونجي بش هذا الشكل ولكن قال إنه هاد هيك نموذج بور كويس منحط فيه الكترون واحد هاد واحد الكترون الهيليوم اللي فيه الكترونين عن درسه لاحظ أنه هو كان فيه عنده checker deck فيه حواليه مدار عبدول وفيه هدول الكترونات أجعل عنصر بعده الليتيوم عن درسه درسه هاد فيه ثلاثة بروتونات لاحظ أنه الكترونات وكمان فيه checker deck عبدول واثنين أول الشي لوحد عمدار وبعدين فيه واحد عبدول مدار ثاني أجل بعدين راح العنصر اللي بعده اللي فيه أربعة اللي فيه خمسة وصار يرسم يعني يدرس أنه كم الكترون وشون الكترونات عم تتوزع لاحظ شغلة أساسية شو هي أنه فيه كأنه هؤ المدارات بسع وحد معين يعني مثلا أول مدار ما فين أحط أكثر من الكترون فيه ثاني مدار فين أحط الكترونين فيه عندي بعده ثمانية واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية طيب إذا فيه الكترون زيادية يعني مثلا فيه عندي 11 الكترون لاحظوا هون 2 بـ 18 هدول 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 عشرة طيب إذا فيه عندي 11 سنطل اللي بعده يعني سيكون فيه 2 بعدين عندي 8 2 4 6 8 إذا لا يصيروا إذا عنش رح ينطلوا لفوق يعني رح ينطلوا الكترون لفوق على المدار البعده فاستنتج المدار الثاني ما بسعة غير 8 المدار الثالث درس العناصر مرة ثانية استنتج بسعة 18 واحد وصار يدرس هالعناصر ويرتبون ولاحظ فيه تراتبية في الموضوع أو نحن نسميه فيه انتظام شو هو الانتظام اللي لاحظوا انه أنا بكل بساطة اللي عبكون عندهم الكترون واحد في المدار الأخير هال يعني مثل ها العناصر هذول اللي بشبهوا بعض كيميائيا ليش لانه انه عندهم الكترون واحد وفعليا بالتفاعلات الكيميائية بالتاب كيميا كيميا صال كيميا لا بحبوا يدخلوا عن هاد الكترون ويصير عندهم فقط معظم معادن كلهم معادن البقية كلهم سيكونوا معادن قليلا اكتشف كمان اللي عندهم ثمان بالطبقة الأخيرة مثلا كمان почему بتصعب اللي عندهم ثلاثة بالطبقة الأخيرة يعني مثلا انه يكون هاك مثلا واحد برورين وفي عندي ثلاثة بالطبقة الأخيرة طبعا هون عشرة هون ايد داعش مثلا هادي في عندي مثلا واحد اثنين ثلاثة فيه هادي ثلاثة اكتشف انه العناصر اللي فيه ثلاثة يعني مثلا اذا جبت عنصر تاني حطيت اثنين وثمانة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانة واجه فوق وراء فوق ثلاثة هدول كمان بشبهوا بعض انه قلهم ثلاثة الكترونات هدول بشبهوا بعض اللي هون طبعا بطلعوا اثنين وثمانة عشر فيهم ثلاثة عشر فراحز هاي التراتبية وقال تمام معتها شغل منديليير كويس نحن لازم نعتمد هذا الشغل الرتب اول شي حسب عدد البروتونات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بدلا ما يزيد الكتلة يزيد البروتونات وبعدين المجموعات يعني عموديا شو منساوي مرتب عموديا اللي عندن اول شي الكترون باخر طبقة الون مرتبهم باول عمود اللي عندن الكترونين في الطبقة الاخيرة الون مرتبهم بتاني عمود اللي عندن تلاثة الكترونات في الطبقة الاخيرة الون مرتبهم بتالت عمود اللي عندن اربعة برابع عمود اللي عندن خمسة بخمس عمود وساوة عمودة ومشي حاله وكان ترتيب ممتاز كتير كتير وشلون بمشي أفقيا واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وقسم هاي التقسيم الرائعة طبعا عشو اعتمد اعتمد على فكرة انه هو العناصر بعرفهم بعرفت ترتيبتهم نحن هلا شلون ننسي بهذه الجدول تعاون نتذكر القواعد الأساسية لوضع العناصر بالجدول اللي هي اخدينا انتم صفت تامين شوي أليمنت أتم لارنن كاتمن إليكترون ظالم يظلم صندق أشار داكي كرار لار قتل اللي دير شو هاد كاتمن إليكترون ظالم هاد توزيع الإلكترونات اللي حلا حكيت عليه أنا هاد اللي كنت عباحكي عليه أصلا شو هو أنا عباوزع الإلكترونات على المدارات اليورينغي كلمة كاتمن شان تذكره هي نفسة يورينغي يعني مدار هاو اللي حوالين شاكر دي إذا داوزع الإلكترونات لازم اعتمد حول قواعد بعد ما درسوا العناصر طلع معهم قواعد لازم يستخدموا شو هي إلكترون لار جنال ألا راك أن دوشوك أنيرجي دوزين دان أن يكسك أنيرجي دوزيني دارو يلا شتري لير منبلش ب أقل واحد عنده طاقة طبعا مين الأقل واحد عنده طاقة تذكروا لما حكينا عن نماذج هو أقل واحد للشاكر دي يعني أول شي بحط لشاكر دي بعبي الطبقة اللي بعدها يعني إذا دعبي الإلكترونات أول شي بتعبي الطبقة اللي صايرة بعد لشاكر دي هاي بتكون الطاقة فيها ضعيفة أن دوشوك بعدين بعبي الطاقة اللي بعدها وهكذا طيب شقد دعبيهم الأنيرجي دوزيني بلندرا بلجي أن شك إلكترون صاير صندان دها فزلا إلكترون يزلما ما بصير أعبي من أكثر ما بتحتمل طيب شقد بتحتمل هي قبل في جدول شقد كل مدار بتحمل أول مدار بتحمل إلكترون هاي هذا المدار الاول المدار الاول بتحمل إكي Sergey الترون المدار الثاني والله بتعبه بثمان إلكترونات ماكسيموم المدار الثالث 18 إلكترون المدار الرابع 32 هاي قاعدة الثانية ما بصير أروح مثلا بالمدار الأول أحطертв أربعة إلكترون ها بسعة 2 بس المدار الثاني مكسيموم 8 أكثر من هيك ما بسعة الثلاثة ما فينا حتى أكثر من 18 لازم ينطلق البعد طي يكملوا وطبقوا هاو القواعد تمام أجل مشكلة صاروا يشوفوا مشاكل شو هي العناصر اللي اشتغلوا فيهم لاحظوا أن الطبقة الأخيرة مثلا أنا الثالث هاد بسعة 18 نحن نعرفه أنه الأول بعبي 2 اللي بعده 8 الثالث عناصر فيهم 18 ومعبيين الرابع بعده في عناصر اللي معبها مثلا بتلاقي مثلا بالطبقة الثالثة 8 وبعدين رايحين على الرابع ليش ما مكمل؟ قال هاي هون صلت معهم الاختلافات والجدول وبلشوا شو يساوا مجموعات جديدة اللي أنتوا على مستواكم صف 9 أو صف 8 ما رح نحكي غير بأنه كل مدار في الأخيل لازم ما يتعبأ أكتر من 8 فأنتوا العناصر اللي لازم تدرسوها يعني حاليا صف 9 هي العناصر اللي بتوصل للمدار الثالث يعني أول شي بحط 2 بعدين بحط 8 صاروا 10 بعدين بحط 8 أو حول المدارات الأخيرة هي بساعة 18 ها فعلياً تذكروا يعني هايك صاروا عندي 2 و 8 و 18 هاو العناصر اللي تدرسوها معهم صورين زيادة شازين هن البروتاسيوم اللي فيه 19 والعشرين اللي هو الكالسيوم يمكن هابا شوفو اللي هن اشو بتعبى معهم الطبقة الرابعة كمان واحد أو اثنين يعني هن مع انه لازم يعبوا بالطبقة التالتة بروحوا بالطبقة الرابعة طبعاً ليش؟ رح نحكي هاي انتو تأخذوها بصف العاشر بتفاصيل أكتر بالتاسع بهمكن انه بتعبوا اثنين بعدها تمانة بعدين بتكملوا بتضلوا بتعبوا تعبوا التالت تمانة بتزدتوا اللي بعدهم على الطبقة الرابعة مع انه بساعة 18 ها ومع ذلك بنزدت على الطبقة الرابعة لازالك القاعدة تشي الاخيرة سن انرجي يزيني سكيز الالكترون يزلدك تان صنرا يزل مصر جيريكان الالكترون فارسا اذا فيه الالكترونات لازم تنكتب اكي تانسي بير است انرجي يزيني يزل امن نكتبوا بالطبقة اللي بعده بصف التاسع هات المستوى اللي نحكي فيه ما رح نحكي بتعقيدات اكتر منه ما رح نساوي منبلش اول طبقة بتسعة اثنين في عندي زيادة بعبي بالطبقة البعدة البعدة بكمل هيك لأكتر شي انتوا رح تنسو هن اللي عشرين هوا اكتر شي وهيك حال الاساس طبعا هو ساو جدول دوري فعليا ولكون توسعوا كتير كتير وقشوا راحوا مثلا بدل ما صاروا يكتبوا هاي الكتابة يعني انا اذا دكتب احط زرة احط تشاكير ديك واحط وراء فوق طبقة وفوق طبقة وقال لا 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 خيرها اتعقد لحركة التعقيدة يعني مثلا هذا الـ 13 بدل ما تساوي تشاكير ديك ومدار اكتبها هيك بكل بساطة حطل المدار الاول فيه اثنين ما تساوي يا دولة المدار الثاني فيه اثمانة المدار الثالث فيه اثلاثة قاس فهمان عليك الثلاثة يعني اول واحد فيه اثنين اللي بعده فيه واحد ما تكتب لي رسمة معقدة كتير كتير الـ 11 خلاص اثنين تمانة واحد العشرة اثنين تمانة هيك حط مثل خط انه هات يعني بدل ما ترسم هاي الرسمة كلها رسم بس خط وانا عبر فهم عليك اش عبر تساوي يعني مشان الشو ما تتعقد الرسمات كتير يعني الـ 18 اه صح افهمان عليك الـ 18 اثنين اثنين عشرة بعدها تمانة اه تمام كتير كتير هيك انا بفهم عليك اش عبر تساوي فهي اريح للكتابة طبعا بعد ما اتعلموا هاي الكتابة وصالت الامور سهلة ليش نحن دائما العناصر عبصير في الاخير فيه 8 ليش ما اصير احد اكتر من 8 اجوا راحوا عن درس العناصر لاحظوا انه اللي بالطبقة والاخيرة 8 او 2 بحلط الهليوم هدول اذا بتذكروا كنتوا تسموهم أصال جاز مستقرين شو يعني مستقرين يعني لا بتفاعلوا لا بتطبطوا بحدا ولا احدا بتطبط فيهم وكل العناصر في الطبيعة تسعى دائما للاستقرار يعني مثلا الصوديوم عنده في الكترون زيادة فما منلاقي هايك الصوديوم قاعد لا واحدة عادة مكون متفاعل مع حدا تاني شو هو عطيل الكترون مساوي مركب مع بعض صار عنده 2 و 8 وهذا الكترون كابه كأنه فهيك مستقر اصر صار بشفى هوا الغازات النبيلة نحنا مسميهم الغازات العصيلة اللي هي وانه مستقرين ما في عليهم اي مشاكل وما متفاعلين مع حدا ولا حدا بتفاعل معهم هاي الميزة الرهيبة فبكل بساطة كل العناصر تلجأ تصير مثلهم فهي الفكرة ليش انه في الطبقة الاخيرة لازم يكون اثنين او ثمانية اثنين مثل هليوم او ثمانية هلا بعد ما سووا هاي العملية بعد ما قالوا انه نحنا نرتب حسب هال الارغوم مثلا متل ما شايفين والصوديوم متل ما هم رتبين هون اجعند عطوا الجدول الدوري قالوا صار الحكي بكل بساطة سهل كتير كتير عند سوي الالكترون بعد ما سوي هيك كاتمان الالكترون دار من اجري بيريوت في جروب نمرة سب والمك إجين اشارد اكي كورالار جيتش هاللي دير ساوي جدول دوري وقال صار الشغلة بسيطة كتير كتير شلو هم رتبين هوا في الجدول الدوري قال اول الشي بكل بساطة هاد منسميه اول بيريوت اكي نجي بيريوت شنجو بيريوت دور دونجو بيريوت هوا اللي صايرين بشكل يطاي منسميهم بيريوت فالله حصول كم بيريوت عندي في الجدول الجديد سبعة الجدول منديلييف كان في عندي 12 واحد المجموعات اشخد اول ما اشتغلوا اشتغلوا فعليا مجموعة اولى ثانية راحوا ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 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 مجموعات كانوا مسميين بالحرف ا اذا بطلعتوا تحت في واحد ا انين ا ثلاثة ا يعني 13 تحت ثلاثة ا اربعة ا خمسة ا ستة ا سبعة ا ثمانية ا هم مسميهم المجموعات ا والمجموعات التانية اللي بيشايفينهم البعدين مثلا هون عندي ثلاثة شوفوا لاحظوا وش في تحت ثلاثة ب اربعة اربعة ب خمسة خمسة ب حدنا في نموذجين عبعتمدوهن عالميا اما يسموهم 1A 2A وينطو على 13 هاقي dynasty ها desenvolتوا 3A 4A 5A وهكذا وامتوا هول داس 네가 بصفة 8 اللي راح ندرسن كمان نحن بصفة 9 ما راح ندرس اللي لرباقي او انهم سمي واحد 2 3 4 5 6 18 ففي عندي 18 مجموعة المجموعات اللي بصف التاسع المهمين هن المجموعات A الأولى والتانية ورقمهم 13, 14, 15 18 اللي عم نسميهم 3, A, 4, A بدال 13, 14 هاو المجموعات اللي نحن درسون وهو اللي بتطبق عليهم القواعد اللي حكيناها فوق اللي هي بكل بساطة النوع اذا بدي انا اعرف الperiod باي سطر بعد كم يورينجافي واذا بدي اعرف انا بانا جروب بعد بآخر واحد كم الكترون موجود مثال مشان نحكي بالمثال بتصير اوضح لو جينا على الصوديوم اللي هو 11 ترتيبه هاد اول شي بنحطه باول مدار 2 ترتيب اللي بعده 8 صاره 10 اللي بعده شقد فيه 1 صاره 11 لاحظوا الميزة هاد كم مدار فيه 1, 2, 3 اي سما سطر الثالث طيب بانا جروب والله في عندي اخر شيء الكترون واحد معانا تهارب البرينجي جروب آه واحد نحن نسميه لاحظوا اذا بتنزل حلق على سطر الثالث العمود الاول بتلاحظوا عندي من فيه في عندي الصوديوم لاحظوا هون هذا الصوديوم 11 مثال تاني لو عندي مثلا عنصر تعالوا نقولوا احنا نساوي مثلا من عنا يعني مثلا 14 فيه 14 بروتون انا بروح بوزع الالكترونات طبعا بعتبال البروتونات نفسا الالكترونات ما عم بتفرق معنا لذلك نحن عم نحكي بنتر آتوم آتوم ما نساوي نكون نوتر شو يعني نوتر يعني الكترونات مثل البروتونات لو كان عندي عدد البروتونات 14 لنفسا الكترونات رح يكون توزيع اتنين بعدين تمانين صاروا عشرة بعدين أربع معادي هذه السطر الثالث وعندي المجموعة الرابعة المجموعة الرابعة اللي هي أربعة A اللي هي عادة بتترمز الرمز أربعة عشر لاحظوا بالسطر التالت نفس السطر نحن اللي فيها المجموعة أربعة عشر يعني A أربعة في عندي السيليسيوم اللي هو فيه أربعة عشر بروتون مثال تاني لو جيت على الاثنين الاثنين الهيليوم هو طبعا هو بس اثنين فعليا عندي مدار واحد معتها برينجي بيريوت عاركتوا مرة بالوائل ومرة بدون شيء عندي فيئة الكترونين في الأخير لازم هيكون بالمجموعة اثنين يعني لازم أشوفه أنا بأول سطر في المجموعة الثانية بأول سطر ما في حدا في المجموعة الثانية فاضي شايفين محلهم ما في حدا وين كيت بينه اليوم كيت بينه في الأخير طيب ليش حطينه؟ قال هذه حالة خاصة ليش حالة خاصة؟ قال لأنه هذه من الأصال جاز صوي جاز اللي هن الغازات النبيلة النادرة اللي هو طبقته الأخيرة اثنين فهو مستقر ما بتفاعل مع حدا ولا بتفاعل حدا معه لذلك محطوظ في المجموعة الأخيرة واللا بعد لازم كلها يتنلاحظوا نيون عشرة في عنده اثنين بتماني طبقته الأخيرة تماني اللي تحته أرغون تمنتعش عنده اثنين ثماني بعده تماني اللي بعده كروم عنده اثنين ثماني ثماني وبعده مثلا اثنين ثمانية ثمانتعش وبعده تماني دائما عندهم في الأخير ثمانية إلا الهيليوم مع الأسف هذه حالته خاصة عنده في الأخير ثماني وحطينه مع مجموعة الغازات ولذلك لازم نحفظه وننتبه له بشكل كبير كتير كتير فمعنات نحفظه نحن الأسطر السطر اليتاي اليتاي السطر هاد بكافئ حكي بيريوت عبكتبها بالوائ أحيان أحيان لا والديكاي هو السطون هاد بكافئ حكي group وطبعا الgroup كل عمود باش مميز بأن العناصر اللي فيه متشابهين فيزيائيا وكيميائيا هيا هم شغلين البريوت شو ميستو لاش اش عيي بيريوت لاش عبتكرر هاد لحظوا من بلش اول شي بالهيدروجين واحد من روح الهيليوم الاثنين الليتشيوم ثلاثة ثلاثة يعني ثلاثة بروتونات عدد البروتونات ها الأطوم نمرا السن بيريليوم أربعة بور خمسة كربون ستة شو ميستو سبعة ثمانية تسعة عشرة فكلما مشينا بزيد البروتون واحد كلما مشينا بزيد البروتون واحد تعالوا نشوف كأمسي لو أروا نحكيه نحكي بسيط نلاحقون تلحيق هالكبن دقيقة اللي بقيانين عنا مثلا هذا التس عقل بسؤال الأول Mendelievين periyodik tablosu ile ilgili يطاي سطر و ديكي ستنلر دان أروش مقتدر هاي صح متألف من أصول عميد element أرطان atom كتل لرين يالشتري المشتر صح اعتمد على الكتلة مع أسف ما اعتمد على البروتون هالغلا طبعا كشفة دي الميميش element لاري جين باز كتوج لار بوش برا المشتر صح نبأ بإنو فيه رح يطلع له شي جديد فهول تلات سؤال أربعة periyodik system دي الهلا النظام العالم اللي بعدين اشتغل فيه مسلحي وحلا معتمد الperiyod لار فيه سبعة صح عددون سبعة أدوار انا element بيرينجي 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 فيه عنصر واحد على الأقل في أول شي صح هو الهيدروجين اين بيرينجي كيمياصة الأزالية بنزار دير هدي غلط مين بشفه بعضه الموجودين بالجروب مو بالبيرينجي بالبيرينجي كل مرة بزيد البروتونات واحد فهدي غلط هات الحكي يعني الجواب هو واحد بيرينجي سؤال نه elementlerin fiziksel و kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu قدرت المشتر دعم من هات هات موسيلي اكس شنلر ile yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuş هات بيرينجي موسيلي سؤال خنس periodic system de aynı group ta بالgroup الوحد يعني عمود group يعني ستون عمود دير leek elektron size عدد الكتron الاخيرة شو يعني دير leek elektron دير leek elektron بمعنى لو رسمت انا هاي اثنين هون هيك واخر طبقة حطيت فيها واحد اثنين ثلاث دير leek elektron يعني هدول الثلاث اللي فوق اخر الشي يعني لو كذبت هاي اثنين ثلاث هدول هن مسامي دير leek elektron 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 اللي علي هون قيمة katman say katman tafak nal yur yur ketle nuh maras hang lary gen leek le ayn ader مين بكونوا بنفس le group اللي بنفس le group هن عدد elektron الاخ هن عساس رتبو طب katman katman بكونوا بنفس الدور الدور هو مين بحد الدور katman كم yurling عندي بنزل السطر الاول اثنين ثلاثة ففعليا سبع مجموعات في عندي سبعة yurling اللي عندهم مدار واحد بكونوا اول سطر عندهم مدار ين تاني سطر اتش yurling اتش yurling دور yurling دور dunj وهكذا لا نوصل السبعة كتلة ومرص كتلة ومرص اكيد ما لدخل الكتلة بتتغير بشكل طبيعي باعتبار عدد البروتونات عبتغير فبعليا يالنز ا سؤال ستة اكس ي وز الامنت لاري اللي الالجلي كيمياصال اوزل اللي بنزر دير بشبه بعض اهه اذا بشبه بعض معلت هن اين موجودين بمجموعة يعني الخيار ا غلط البي اكيد غلط اما ج او او ا فوق بعض اطن نمار اين كتوك ي اين بي اكس اين كتوك ي اول واحد رح عد علي بعدين رح عمشي نمشي نمشي بعدين ننزل لتحت مثلا ز وانخر الشي رح يكون من اكس تعصفوا بالجدول كلما نزلنا تحت البروتونات بتكتر معت الجواب بكل بساطة اي او اي يعني اخر واحد تمام سؤال ثلاثة مودان periodic سيستم الى الگ الى اشعر دا هنگ سيان نشتر يطاي صرال period دنير صح عاد التعريف تبعو اليا يطاي عفوان هو الperiod دوشي ستون لار مقرو صح او المجموعات اشيت صيد group في period further غلط لانه عندي انا 18 group وعندي فقط يدي period سبعة فقط ننزل سبعة الى تحت بينما منروح اليمين يصير في 18 واحد نجي لهون كمثال سؤال تسعة يقول اكس ناقص اتنين يعني اذا فيه الكترون زيادة بصير بها الشكل او مع انت اكس لوحد شو كان محطوط فيه الكترون وبعد 8 وبعد 6 اكس مع ناقص 2 شو معنى انه الكترون زيادة بتذكر هالترميز معنى اكس كان 2 8 6 جاء الكترون زيادة صار 8 في الاخير مثل ما محطوط هنا اكس معنى شو هذا اكس period x سيستم تشنجو period صح فيه ثلاث المجموعة الثانية لا غلط يجب المجموعة 6 يجب هون 6 فهذا غلط دي اللي كليكت 6 صح 8 مرص 16 صح 2 و 6 16 صح معنى الجواب هو 2 و 3 تمام تشوفوه تدربوا عليهم عند الاس رح يخلص بأي لحظة رح نحاول نشوف نحل تمارين اكتر على هاي الفكرة رح بعط لكم ان شاء الله على المجموعة توفيق للجميع منات وما سلام